أولي المشاهدين الواقع أنه يوم تاريخي يعني لو عدنا إلى 30 عاما سابقا هل كان أحد يتخيل أن يتم إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس وزراء إسرائيلي ورئيس ووزير الدفاع فأعتقد أنه يوم تاريخي واجب أن لا نقلل من ذلك وأعترف إلى حد ما مع الدكتور عبد الحميد بالنسبة لأنها مذكرة يعني منقوصة هذا هو الباب فتح مشروعا الآن هناك إسمان أحدهمها ليس وزير الدفاع الذي كان سابقا وأن يتم الذهاب إلى رأس الهرم الإسرائيلي ورئيس الوزراء برأيي هذا يعني شيء ممتاز ولم نكن نتوقعه في السابق طبعا نحن نعلم أن صدور هذه المذكرة لوحده لا يكفي لأن يعني نجد نتنياهو في لاهاي أو أن يتم إصدار الحكم ضده ولكن هذه هي الخطوة الأولى وليس هناك أي شك بأن إسرائيل سيكون هناك تخبط لأن هذه المذكرة صدرت مع أنهم يعلمون أنه معهم دول مثل أمريكا حتى مثل بريطانيا عندما كان رئيس الوزراء بوريس جونسون هنا في بريطانيا طلب منه من أصدقاء حزب المحافظين أن يصدر رسالة يؤكد بها أنهم لن يسعوا لدعم المحكمة إذا قامت بإصدار أي مذكرة ضد أي وهذا قبل غزة وما حصل في أكتوبر العام الماضي وأصدر جونسون رسالة لأصدقاء حزب المحافظين قال بها أن بريطانيا فخورة بإنشاء هذه المحكمة وأن تكون عضوة ولكن ليس لها صلاحية أن تنظر بهذا الأمر أولا لأن فلسطين ليست دولة مع أنها عضو في معاهدة روما ولكن ثانيا أن إسرائيل ليست عضوا فسنراقب ما يحصل بالدول غير الولايات المتحدة الأمريكية التي سترفض هذا كليا لأن الموضوع هو التطبيق هل فعلا أولا إذا طلب نتنياهو أن يأتي إلى بريطانيا سيقال له أنك إذا أتيت ستعتقل أو إذا حاول السفر خلال الأجواء سيكون أيضا هذا السؤال واردا أنا أتوقع أنه قد يذهب إلى إحدى الدول العربية ليحرجهم ويقول حتى الدول العربية تستقبلني فمن أنتم لمحاولة وقفي عن السفر والذهاب إلى أين مكان أشاء الذهاب إليه وأذكركم سيذكرهم بسبع أكتوبر وأن الإسرائيل تدافع عن نفسها وأن ما قامت به المحكمة هو معادلة الإسلامية وهذا ما حصل من بعض من علقوا من إسرائيل شكرا